ما يلاحظ من أن اشتباك البعد الخلقي بالبعد التشريعي في الإسلام لم يتوقف عند حدود المعاملات الإنسانية فقط بل تعداه إلى اشتباك خلقي مماثل فيما يتعلق بمعاملة العجماوات والكائنات الضعيفة فقد صح أن رجلا غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر بسبب رحمة حملته على أن يسقي كلبا كاد يموت من شدة العطش وأن امرأة دخلت النار نعم دخلت جهنم بسبب قطة أليفة حبستها حتى ماتت بسبب شدة الجوع والعطش كما صحت أحاديث أخرى لا يتسع المقام لذكرها وكلها تلفت أنظارا متأمل إلى فلسفة هذا الدين الإنساني العظيم في تعظيم قيم الأخلاق وفضائلها وأنها تمثل الأصل الذي ترتبط به تشريعات هذا الدين اشتركوا في القناة